مرحبا بكم في بودكاست توني فرانسيس مرحبا معك توني فرانسيس بصلي ان البودكاست تبعي اليوم يصلك صديقي لما روح القدس بحل عليك وعليك في شي خارق بيصير معك وبيبين عليك مش بس لقلك كمانا للاخرين لما روح الرب حل على مريم العدرة لما رب عطلت دعوة انه اذا بتقبل المسيح بيتجسد من خلالها لما قالت نعم ظلل الروح القدس القوة العلي تظللك لانه كنت عم تسأل كيف بدي جيب المسيح وانا ما بعرف رجل وهيدا الاختبار كله بحد ذاته عجيب فجوابه الملك بالروح القدس قلة قوة العلي تظللك وهيكي بتشكل المسيح بداخلك هيكي بيجي على العالم بقوة الروح القدس فاذا مجيء المسيح يلي تشكل وتكون ببطن العزراء مريم صار بتظليل او حلول الروح القدس الامور التانية العجيبة والخارقة والإلهية كمان بتصير بنفس الطريقة لانه هيدا هي البداية هيدا هو التأسيس فما رح يكون في أمور تانية خارقة وإلهية عم بتصير بغير هيدا المبدأ فاذا الروح القدس بحل وأمور عجيبة وعظيمة بتصير هيدا اللي صار مع الكنيسة الأولى مع الرسل لما الروح القدس حل عليهم بيوم الخمسين وامتلوا من الروح القدس صاروا عم بيحكوا بأل سنة غريبة التكلم بأل سنة وصاروا عم بيمجدوا الرب وعم بيعزموا الرب وعم بيبشروا بلغة ما بيعرفوها والمجتمعين الحجاج بأورشالين بوقتها قال سمعوهم عم بيحكوا عن أمور عظيمة عن الله فشافوا هيدا الناس الغربة وسمعوا هيدا الاظهرات الغريبة العجيبة وحتى البعض منهم قالوا شو هيدا اللي عم بيصير كيف عم بيكلمونا بلغتنا وهني ما بيعرفوها وآخرين شافوا المشهد الغريب العجيب تبع هوا الرسل وقالوا يا عمي هودا شكلون كتير مطفيين سكرانين بس اجا بطرس بنروح القدس بجرأة وضح لهودا اللي عم بيشكوا بهيدا الاختبار وقال لهم لا نحنا مش سكرانين واصلا الساعة تسعة الصبح هو بالقب كل حوالين ما بيذكروا بس انه ليقتل الشك بطرس بما يخص هيدا الاختبار قال لهم لهودا الفئة من الناس انه لا نحنا مش سكارة بس بيّنوا سكارة لانه الروح اللي دي صوه مثل الخمرة لما بيحل عليك بتنسبه بتنقسر بالرب بيستحوز عليك مثل الخمرة بس هو اكيد مش مثل مفعول الخمرة اللي بيدمر هو بيعطيك حيات وبيخليك بالانجليزي بقوله sober بتكون مصحصح اكتر هو مهيمن عليك بس انت واعي ومالك حالك مش متل الخمرة يلي بتفقدك السيطرة وبتخليك تعمل امور بشعة فعهودي مثلين هيك على السريع مثل آخر بالعهد القديم منشوف لما النبي إليا المعروف والمشهور عن كل الطواف عن كل الأديان بيعرفوا النبي إليا فمره النبي إليا بعد ما صلى للأمطار انه تجي على الأرض اللي كانت عم تقطع بجفاف واجيت الأمطار وبعد ثلاث سنين جفاف رجعت الحياة طبيعية بسبب تدخل هيدا النبي بصلاواته بس مش هون القصة القصة بعد ما انه هيدا المالك خبر المالك أخاب عن انه في مطر جاية حس دوي مطر قال له قال له انه يسبقوا يعني النبي إليا قال له للمالك أخاب اركاب بالعربي وفل لأنه هلأ بدأ تنزل شتي يا معلم عاصفة انتبه اذا ما بتفل هلأ رح بتعلق بالماء ورح بتكون كارسة فركب المالك أخاب بالعربي يلي بتجرى أكيد لأحصنة ما في يقلك موديل العربي بالظابط شو هو وكام أحصان بس على أكيد الكتاب المقدس بقول فيه عربي وكانت عم بتجرى أحصنة حصان حصنين مهم سريعة وعربي الفكرة انه بعد ما طلع أخاب الملك بالعربي بيقول لكتاب المقدس انه الروح القدس الروح القدس يلي هو الله هو الأكنوم الثالث من الثلوس هو مش تأثير هو مش influence هو شخص هو شخص الله هو روح الله هو الأكنوم الثالث من الثلوس هو يلي يسوع المسيح بعثه للكنيسة بعد ما صعد إلى السموات فحل الروح القدس على النبي إليا والنبي إليا بقول لكتاب المقدس عنه مسك عبائته عليها عن الأرض ولقطه بإيدي وهرول وسبق عربة الملك أخاب عم تتخيل هيدا المنظر شخص ويمكن عمره كبير شوي إلي ما بعرف قدي بس ما كان شاب صغير تم ننصب هيدا الشي لقوته البدنية وهو أصلا منه رياضي يعني في حال كان هيك بس يعني تنقتل كل الشكوك لأنه واحدة من من خدمات عن روح القدس لقالك أنه يقتلك الشكوك مثل ما بطرس عمل مع هادي الفئة من الناس اللي قالوا إيش بدكون فين هادي سكرانين وكذا أم جيوا بطرس بجرؤه وأتلون الشك فروح القدس بيساعدك أنه يقتل الشكوك عندك والأسئلة لا يخليك بالإيمان ويحفظك بالإيمان فما كان رياضي وما كان حدا يعني مكرس للرياضة تنقول أنه 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 سبق عربي سريعة يعني حتى لو بدأ تصير ما كتير كمان منطقية أنه إنسان يقدر يسبق عربي فيها خيل حدا بيقدر يباري سرعة الخيل فبكل الأحوال الكلمة بتقول أنه قال سبق إليه هادي العربي فروح القدس لما حال على النبي إليه صار في هادي الإظهرات الخارقة اللي إجيت على إليه والكل شفوها النبي شافها سوري النبي شافها والملك أخاب شافها لما شاف إليه عم بيسبقوا فروح القدس لما بيحل على إنسان مؤمن بيصير فيه شي خارق عم بيصير شي واضح شي ما فيك تخبي شي عظيم فعراف إنه روح القدس لما بيحل عليك هيدا مش تدين عراف إنه لازم ما تكبت الروح القدس وعظمته وإظهراته والإشي اللي بدو يعملها من خلالك لما بيحل عليك في مطرح تاني كانوا وهيدا الشي كان معروف عن النبي إليه مرة كانوا عم بيدوروا علي ولقو للنبي إليه وقالوله بليستعمان عند الملك قال لهم لأ خلي الملك هو يجي لعندي إنه مطرح مع أنا هلأ هون أم قال له هيدا المرسل قال له دخيل إجريك ببوس إيدك تعه أنت لأنه بعرفك إنه هلأ لما أنا بفل ما رح من لقيك لأنه روح الرب رح يحملك إلى حيث لا ندري هذا الشي كان هيك براند كان مميز بحياة النبي إليه أصلا إذا يعني إنه واحد يكون نبي وما في علامات خارقة بحياته ما كمان في موضع شاكمة يعني الكنيسة الرب النبوية لازم تكون مليانة بإظهارات المجد بإظهارات الروح الأدس وهذا الشي مش شو أف هيدا الشي لنفرجي طبيعة يسوعنا العجيب الرائع اللي بيخلص يعني الرب يأتي بهذه الإظهارات للخلاص لعلينا الحب مش لأنه يفرجي أنا الرب أو أنا أنه تيسيري بالقوة يخليك تعبده يعني إذا بالقوة بده يخليك تعبده أنت خلص ما بقى إلك جميل بالموضوع يعني أنت نفرض عليك آه إيه هو الإله خلص خلص بأنه فيش مجال يعني فيش أخده عطا خلص هو الإله لك عمل فرجاني أوتو ييه دخلكم خلص بدي هلأ أعبده إذا بالقوة بده الرب يعبدنا حاله ما هو منه إله هو بيجذبنا بحبال الحب لنعبده لنكون بعلاقة معه بتعرف بالأديانة التانية الله بالنسبة للناس بيفرد العبادة وإذا ما عبدتوا بالقوة في عواقب بينما الرب تبعنا واللي هو الإله الحي والحقيقة هو ما بيفرد عليك وعليك 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 لأنه منصير ربويات وهو خلقنا بإرادة حرة فما بيقدر الراب يلي سممنا بهذه الطريقة يكسر أنونه يكسر هيدا الأنون فهو بيتعامل معنا لنكون بعلاقة معه ونعبده ونحبه من كل ذاتنا من كليتنا الكلمة بتقول بالوصية الأولى أحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقوتك يعني إذا انفرض عليك أنه تعمل هيدا الشي أنت ما بقى حب ساعتها الله بيقول آه هادي مجبورين فيي لا بينما إذا جذبك لأنه تحبه وتعبده ساعتها الرب بيعرف آه واو هادي هي العبادة الحقيقية هلأ هادي صادر عن جد من قلبه يعني الكلمة كمان بتقول يسوع قال هذا الشعب يعبدني بشفتاه أما قلبه فمبتعد عني يعني قداش فيه ناس بتعبد الرب بشفافة تقوس تدين وجبات برامج روحات مجيات عود وقاف روح تاعة ربويت هذا الشعب يعبدني بشفتاه الرب شايف كل هالأمور قال ولكن قلبه مبتعد عني فما بدنا ينفرد علينا هيدا الشيء بدنا أنه يطلع وينبع من قلوبنا لأنه الآب يبتغي عابدين بالروح وبالحق فهدا هو إلهنا هدا هو يسوعنا يسوع المسيح الحي المبارك إلى الأبد فالكل اللي بدي أقل لك من هيدا البودكاست اليوم لما الروح القدس بيحل عليك أو بيحل باجتماع معين عرف أنه في شي خارق لازم يصير وإذا ما صار شي خارق حط علامة استفهام هل الروح القدس حل بالمكان ولا منكمل عم نصلي ونطلب وجه لنشوف ونسمع إظهارات هيدا المجد وإلى اللقاء